ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة 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 سعر ربي لم يزل يكوني بين الخيار مخصانا لم تترك من صوبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها وعلى حيار من ديار قد خلتت من نكاي إلي إلهي يصانا لا إنك من اليسانا لحظة مكة للتحكم استيمركم سعر ربنا يا ربنا سلم صلة الله اشتركوا في القناة 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 ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال أعلا بل أردج الأطبال أسرى به المولى وصل خربه الرسل وشاهد بندقا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والأرش والكرس رأى فولانا والهد بالإجرة جاء اليسرب فبه ازدهى البلد الكريم وسالا وقام أشرا لايا ومجاهدا وصابه كان له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصوتهم بل لا يحذون البصر إمعانا قدرا وتظيما لشأن محمد إذ كنت لو في فضله كرانا ولقرأوا من غلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذانا قرما وعفا وسخا وتواضعا والجن حنا محمة وحنانا والماء من بين الأصابع نابئا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت بعاجز أحمد ربع المحيم للنبي مكانا ولقل غزى سبعا وعشرين مع الصحب رجالا قد مشوا ركمانا أكرم به وبصابه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا رب لا صلي وصلي وصلي لا إحسانا على أبينك من إليك نعانا اللهم صلي وصلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي وصلي على سيدنا محمد في الأخرين وصلي وصلي على سيدنا محمد في النبي وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت من عدما أوصابه تحي القلوب تهيت الأشجانا اللهم قد أثناء عليه فما يساوي الغول منها أو يكون ثنانا لكن حبا بالسرات جدعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ اتزجنا بالفوتة هامنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مغداره وحبيبه وصبيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصف أذبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا دفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسلح لنا الأحوال واغفر غفنا ولا تآخر ربي إن أقصانا واسلق بنا في نهي طاه المصطفى تذبل على بدن الحبيب قطانا أدنا لصف منك طلعة أحمد في مهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال منوتى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب هداءنا وذوي الحقوق وطالبا أرصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أن تترانا ولقد رجوناك فحق بسؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طاعة في بداع الأرض واغفر كل من عادانا وانظر إلينا غشنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغضي لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك البردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك البردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا في المصطفى صلي عليه وآبي ما حركت لي حصباء وصانا سبحان ربك رب العزة عما يسكر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا قاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أشحاب رسول الله يأجبعين آمين ألفا تحق رضي الله شكرا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والتعلمين الله أكبر وصولهم على سيدنا محمد وعلى أل سيدنا محمد نوين تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والتستفادة والحق على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والصغاء وتعالى ومرضاته وقربه وتوافه سبحانه وتعالى Kita sampai di syarat-syarat berjamaah Suruh Muratul Kutu Tua atau syarat jadi makmum موسيقى 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 هو فاق وفاق مجرد والفاق واق بين الهند فاق وفاق كثبت فتح إلى يؤمن لا أمطين لكنها ليس يوم الان شامل المقولون التاء المقومونية لنظر أبطان فلاذا أنت shortage تطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط أغوا منغل حمل عمر اشح oath WH إذا ك Lin الإيمام طلعت شل처 ما خفال حенты حمل جدا ف holders تعالى 찰ăng أنسان حيث قله حيث 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 علينا متأكل يسمح بمكلفية إن بمكلفية إما الله يسمح بمكلفة إيمان إن إن دماغت إن أممن إن أمم إن إما الله يسمح بشكة ألاحظ بمكلفة وليه الإيمان إذا أنه لا يسمح بشكة ألاحظ بمكلفة شقيت Seperti yang sudah kita pelajari Di antara syarat Membaca Al-Fatihah itu Orang yang membaca Al-Fatihah itu Tidak mengucapkan Mengurangi buruk Ini sudah kita bahas Keputemuan yang lain Kemudian yang kelima Yang kelima وَأَنْ لَا يَتَبَدَّمَ عَلَىٰ إِمَامِهِ فِي الْمَوْتِفِي اِنْدَالَا سَوَرَهْ مَأْمُمُمْ itu tidak berada di depan posisi imam makmum itu harus ada di belakang posisi imam batasan di belakangnya kalau berdiri itu batasannya di tumit tumitnya makmum itu harus berada di belakang tumit imam kalau dia duduk di apa ya di tenggulnya tenggulnya ini harus berada di di belakang tenggul makmum harus berada di tenggul belakang tinggul imam kalau dia tertidur dalam keadaan tertidur di samping maka perut makmum harus berada di belakang perut imam kalau sholatnya sambil sambil posisi tertidur kalau sholatnya sambil terlentang karena dia tidak bisa tidur harus terlentang ukuran di depan imamnya dari mana? di kepala kepalanya makmum tidak boleh ada di depan imam tidak boleh ada di depan imam nah itu posisinya kalau sampai berada di depan imam maka batal sholat makmum karena posisi makmum harus di belakang imam nah ini yang sering terjadi kalau makmum itu ada di posisi di samping kadang-kadang ketutupan di lain posisi makmum yang di samping ini berada di depannya yang sering terjadi itu sholat jumat makmumnya sampai di pelaparat posisinya makmum itu melebihi posisi imam maka tidak sah sholat sholat makmum ini tidak sah nah nanti akan kita bahas jadi ada lebih lanjut yang harus diperhatikan kalau posisi makmum itu sampai penuh berdua ke masjid kemudian kalau posisi makmum itu sama sejajar dengan imam masih sah sholatnya walaupun dimakruhkan dan bisa menghilangkan pahala sholat berjamaah kalau sampai posisi makmum sejajar dengan posisi imam jadi yang betul yang betul ya makmum itu harus mundur di belakang posisi imam ukurannya kalau berdiri di sumit kemudian selanjutnya lagi wa'anla ya'lam wa'ayya'lama intigalat imamihi endaklah makmum itu mengetahui intigalat intigalat itu perpindahan atau gerakan-gerakan imam 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 itu sedang dalam posisi berdiri atau dalam posisi rukuh dalam posisi intigal pindah ke posisi sujud dari sujud pindah ke posisi duduk makmum itu harus tahu pertindahan imam dari satu posisi menuju kepada posisi lain mengapa? sebab makmum itu harus mengikuti imam dia tidak boleh terlambat dari imam dua rukun perbuatan dan tidak boleh lebih dari imam dua rukun perbuatan kalau dia tidak mengetahui perpindahan imam bagaimana dia akan mengikuti sholat imam nah mengetahui bagaimana caranya makmum itu mengetahui perubahan posisi imam satu makmum bisa melihat imam secara langsung atau dua makmum tidak bisa melihat imam secara langsung tapi dia bisa melihat makmum yang di depannya kalau dia melihat makmum yang di depannya ya berarti gerakan makmum yang di depannya kan berarti sama dengan gerakan imam kalau dia tidak mengetahui gerakan imam tapi mengetahui gerakan makmum yang ada di depannya dia sudah dianggap مُنْطَهِ إِنْيَا قَرْبَانَ إِمَا أو مَنْمُمْ انَي تدعى فِيسا لئك مَنْمُمْ انَي دبان than that تتهي عن الرد بشأة فُيسا يغبنیه إِمَا إِنْيَا قَرْبَانَ إِمَا امتعى فَيسا يغبنیه اِمَا وهي مُنْطَهِ إِنْيهauto مُنْطَهُ إِنْهَا قَرْبَانَ إِمَا اسم أ Seeing فقط اللهم يكون كانوا يفتحوا هذه الحلاط المثال قلت ذلك لأناكم إن شراء الشراء في شراء هؤلاء عباب 1 وع idiot فإن الشراء أحد أن أفضل تنترى محمuld، لم يتنترى فإن يتحدى، فإن أضعوا إنّ شلال مكاني ، إنّو معمومني أنت دع 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 روكاء إنّ من يعرفه تغبير أو . بسبب هذا أنه لا يمكن أن نعرفه إنّم يمكن أنه لا يمكن أن أريه الواقق إنّم تخوزون إلى الواقق إنّم يمكن أن نعرفه تتكام ، يمكن أن نعرفه المحلب Mythidi قالت الخبر في البابت إذاً تنعيскую أجلل المحلبة المحلبة أحزور الزلف bell أو المحلبة المحلبة أحزورает المحلبة المukındagine احدد بالمحلبة الإسماء لكنه ل000 positions أهزور صغيرة أناس كل نعم إبال winners إنп Talent أعلم مجلز فليتي موسيقى المحرم يتحدث أن يتحدث أن يعمل مبالك لأنه يجب مبالك تريد إجابة مبالك أو يجب والاقبار والمبالك أو يجب مبالك يجب أن يتحدث أن يجب أبدا إن أن يتحدث لا يسعل ذلك لا يشعل في أي مبالك يسر سيقى سوارة امن لا يستطيع تفزده وذ ؟ مباللان لا يستطيع أنس الجراحة كما يستطيع أن يقول هذا لحماك لكني لا يسمع هنا بسيض كما في المنز给ه ظهر لحماك ما لم يسمع الأمن لا يسمع الأمن لكن يسمع الأمن لكنه يسمع الأمن سألا دعونا أصلاً؟ لحما يسمع الأمن أمن جدك تتحل Haran أمام مبالرين جدو شيء يكون بهذا يتحل الفيديو الشيء الشيء 步 فين الخلطي ازامي او لدينا شوق شرطةات محكومة seharusnya سَمِى اللهُ لِي ما نحن دى مبالغه itu mengucapkannya bukan ربنا وَلَكَ الْحَمْ bukan itu harusnya سَمِى اللهُ لِي ما نحن دى مبالغه juga mengucapkan سَمِى اللهُ لِي ما نحن دى Nah ini yang sering orang tidak paham سَمِى اللهُ لِي ما نحن دى itu ma'mu itu disunakan mengucapkan juga Jadi bukan kita dengar suaranya Imam Zamiya Allah Imam Zamiya Allah Saya sering kali sholat di samping saya orang Atau saya lihat Tuhan sholat gitu Makmumnya, imamnya Zamiya Allah Uliman Hamidah Makmumnya tidak baca Jadi dia berdiri Rabbanallahu alhamdul Padahal Rabbanallahu alhamdul Bukan bacaan perpindahan dari hukum ke istigal Itu bacaan istigal Kalau bacaan dari hukum menuju ke istigal Itu Samiya Allah Uliman Karena dia biasa dengar yang di masjidil haram itu Samiya Allah Uliman Hamidah Rabbanallahu alhamdul Dia tidak pernah baca dikit Sampai di Indonesia dia Samiya Allah Uliman Hamidah Rabbanallahu alhamdul Mana Samiya Allah Uliman Hamidah itu suka Tidak diucapkan Jadi jangan kita langsung mengucapkan Rabbanallahu alhamdul Kita ucapkan Samiya Allah Uliman Hamidah Pada posisi Eidah Baru kita ucapkan Rabbanallahu alhamdul Nah Sampai disini kita lanjutkan Insya Allah di pertemuan yang akan datang sedikit-sedikit Ini karena syaratnya Syarat berjamaah ini ada 11 soalnya Sampai di 6 ya Insya Allah di pertemuan yang akan datang Tidak selesai Wallahu alhamdulillah Insya Allah Ya Rabbani Ahtarokna Bi Annan Ahtarokna Wa Aajana Asrokna على لطا أشرحنا فاتب علينا توبا تفسر لكل حوفا واسكرنا العربي وآمين الروحات وغفر لوليدنا ربي ومغلودنا والأهل والرحوالي وشائر الهلالي وكل ذي محبا او جيروتين او سوكلا والمسلمين اعجمال عمين ربي اسمال فتنلل واجودان مدنى ربيد في شابد منع دل مصطفى رسولي نعضب بكولي سولي دل مصطفى رسولي نعضب بكولي سولي دل مصطفى رسولي نعضب بكولي سولي ترجمة نانسي قنقر شكرا